بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحب بكم في برنامجكم الرضا حياة في الحقيقة النهاردة يعني برنامج الرضا حياة بيعلمنا اشياء كثيرة جدا لأن احنا وجدنا أن كل مشاكل اللي نحنا بنوع فيها أو عدم راحة البال أو عدم الشعور بالسلام الداخلي هو سببه عدم قرضها النهاردة وانا جاي في الطريق أبيني واحد ركب معايا بيحكي لي بيقول لي انا يعني سافرت برة وجبت فلوس كويسة جدا وبنيت بيت واثنين وباخدت بكويس لكن انا يعني لا اشعر بالسعادة او لا اشعر بالراحة فبدأت اقول له بعض الحلول او بعض الامور اللي هو المفوضي التباحة حتى يخرج من هذا الامر اللي هو بيعاني منه أول حاجة انك ترضى ترضى بالوقت اللي انت فيه الحل سواء حتى وحيش أو حل وتحمد ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة انت عندك بيت غيرك ما عندوش بيت انت معاك فلوس غيرك ما مش فلوس انت عندك أولاد غيرك ما عندوش أولاد المهم انك انت يعني تجعل الشكر والحمد هو المسيطر على حياتك الامر الثاني الانفاق انك تنفق قال تعالى لن تنانوا البر حتى تنفقوا ما تحبون والانفاق ليس انفاق المل فقط انفل من وقتك وجهدك انك ممكن تساعد شخص معين تروح معا مشوار تضغوله انك انت تساعد ناس مثلا ان يحلوا مشكلة لهم تمشي فيها معاهم انك تساعد واحد تشيل حاجة كل هذه الأمور هي صدقات وبركات بتتنزل من ربنا عليك الامر اللي بعد كده انك تساعد المحتاج تشوف المحتاج تساعده تشوف أرمالة عاوزة شي تجيب ولا تشوف مثلا بنت يتيمة تجيب لها غسالة تجيب لها ثلاجة تجيب لها ما اي حاجة مفرش تجيب لها طاقم الصيني طاقم كوسية طاقم كوبايات المهم انك تساعد الآخرين تدخل الفرحة والسرور عليهم الدعوات كما قال صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا التعاء التعاء والدعوات مهمة جدا احنا محتاجين الدعوات كل يوم وكل وقت محتاجين الدعوات لان احنا يعني عندنا مشاكل فكرية قوية جدا ومشاكل في البيت وبرى البيت ومع نفسنا احنا بنتعارك مع نفسنا طوال الوقت فالدعاء ما خلص الله سلم الدعاء مخ العبادة والدعاء يرد القضاء انت لما تدخل السرور على هذا الشخص او على هذه الفتاة اليتيمة او على هؤلاء الناس اللي هما مش لقيم بطنية في الشتاء وانت راح تيطلهم بططين او جبت لهم ملابس او او طبعا هذا امر عظيم عند الله تبارك وتعالى بتشعر بسعر النفس بتسعد انت لما تدخل السرور الاخرين تسعد بهذا السرور ايضا يعني اللي بترسله في العالم او في الكون بيرجعلك اضعف بطعف خلي بالكم من حت دي او الامر الثاني اللي هو والاخير انك تحسن الظن بلاش دايما انك انت تسوق الظن في الاخرين الناس بسسل عشان معي الناس بسسل عشان بنيت بيت الناس بسسل لأ قال الله صلى الله عليه وسلم حسن الظن من العبادة ودايما يكون عندك ظن حسن بنفسك او بالله سبحانه وتعالى وبنفسك وبالاخرين والمجتمع انك تتعايش بوسط الناس ما تعيش او تحس ان انت لوحدك في الحقيقة انا المقدمة دي كانت بداية لحديث الناس كنت اكلم فيه اللي هو كيف تتعامل مع الوحدة وتصنع حياتك كيف تتعامل مع الوحدة وتصنع حياتك انسان بيتهرد لمواقف الحياة كثرة جدا فقد اب فقد ام فقد اخت فقد الاهل والعشيرة فبيدخل في مرحلة الوحدة واللي لفت نظري لذا الموضوع هو يعني يموت الفنان هيسم زكي الله يرحمه ونستعطفت مع هذه الشخصية او هذا الشاب في مختبر الحياة العمرية ويعني يعني يتوفاه الله وكله بتحدث عن الوحدة اللي هو كان بيعيش فيها وازاي كانت مؤثر على حياته طبعا الوحدة قاتلة الوحدة قاتلة لكن احنا عاوزين نقول لا شفاعة في الموت ولا حيلة في الرزق انت يعني هذا قضاء الله وقدره يبقى اول حاجة لما الانسان يفقد شيء منه او انسان عزيز عليه او شخص بيحبه اول حاجة انه يسلم لقضاء الله ويرضى بالقضاء الذي نزل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سعات ابن ادم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة ابن ادم سخطه بما قضى الله له انت بترضى في الرخاء وفي الشدة وبعدين تسلم الامر الله سبحانه وتعالى وتبدأ تتهايش مع المجتمع لا تعيش يعني ليه تعيش لوحدك او ليه تعيش العزلة بدأوا يدرسوا الاشخاص اللي هما ذوي صحة نفسية عالية وذوي صحة متدنية او رضيئة او سلبية ووجدوا ان فيه عاملين مهمين جدا بيتميز بهم الشخص اللي عنده صحة نفسية قوية ايه هما الرضا والحب الرضا والحب بيكحالك تتمتع بصحة نفسية عالية جدا انك انت مش هترضى ان لما تحب الاول هديكم مثل لو انت عندك ابن وبيعزك جدا وبيحبك جدا وتقول لي حبيبي انت الموبايل بتاعك او التالي بتاعك ده بيقصى على صحتك وعلى المذاكرة بتاعتك وعشان كده انا قررت ان احنا هندهولك مثلا كل مثلا ثلاثة ايام ربع ساعة او مثلا فياخر الاسبوع ان يديلك مثلا نصف ساعة فالطفل هنا عنده تصرفين لو هو بيحبك اوي اوي واخد عليك وبيعزك وبيخاف على زعلك هقول لك حاضر يا بابا انا موافع على انت بتقوله يبا هو من المحبته ليك هو رضا طب لو طفل بقى يعني متزمت شوية وصل بقى منحلة الكبر شوية اللي هو ايه بقى بيفهم الأمور وحالة المراقة وقبل كده وتقول له مثلا الموبايل اللي هو بلاشه شوف مذاكرتك شوف كذا بيتمرض عليك فهو هنا يعني عملية الحب والطرابة اللي بينك وبينه مش قوية فلذلك هو لا يرضى باللي انت بتقول عليه يبقى انت في الحالة وانية الطفل الرضا ده بتكفؤ في الحالة الثانية تقول له بقى لا موبايل ولا تلفزيون ولا ولا شوف مذاكرتك ولا هديك اي حاجة يعني لما بترضى بتجد الخيرات ما الرضي بقدري اعطيته على قدري مشكلة البشر في الرضا يعني احنا بنعلم الناس الرضا والبرنامج بيعلم الناس الرضا لان احنا رأينا مشاكلنا كلها اذا خرجت عن حالة عدم الرضا او حياتنا اذا خرجت عن طريق الرضا بتخرج عن منهج الله تبارك وتعالى وان هذا صراطه مستقيم في التبعوه هو ده صراطه مستقيم هو حالة الرضا انت تتعايش بيها جواك انت بتشكر ربنا على كل حاجة وبترضى بكل حاجة من ربنا انت في حالة يعني رضا تام وشكر وحمد لله سبحانه وتعالى قلنا جميع مشاكلنا بتحدث اذا لم يحدث الرضا فاكرين في 2008 لما حدث ازمة البارس على مستوى العالم وحصل انهيار في البنوك وانهيار في البارسات وفي ناس خاصة تمولها كلها كانت في قصة مشهورة في مصر عندنا وتناولت كل الجرادة المصرية بدك الوقت رجل مهندس في المختبع الحياة العمرية ورجل مركز بارموك وكويس وكان بيستثم الامواله كلها في البارسة تمخسر امواله ماذا فعل هل هو راضي وقال انا راضيت الحمد لله رب وحف وحف وشكر انا يعطبك انه كنت في حرب ورجعت كنت مثلا مسافر وكانت فيه بلد دفاع حرب ورجعت كويس لأولادي والحمد لله لكده وابدأ من جديد وافكر واشوف حلول واشوف ممكن مثلا عندي شقة مثلا بمبلغ مثلا كبير ممكن اجيب شقة صغيرة ممكن عندي سيارة مثلا موديل كذا ممكن ابيح اجيب موديل الهل شوية اقتصد في المنافقات افكر مع الناس في علاقاتي مفكر شكندة عفو عمله ايه هو لم يرضى بهذا الامر لم يرضى بما حدث ولم يتقبل ما حدث ماذا فعل راح على طول ايه المراته واولادهم من يمين بوتهم طب انت كده يعني حتى بعد يسأله انت لماذا اغدامت على هذا العمل يعني انا استغربت من الايه بالفعل الناس كلها استغربت بيقول لك يس لنا خفت ان يعيشوا في المستوى اقل مما كانوا فيه طبع انت خلصت عليهم فانت هنا الرضا بيجنبك المخاطر بيجنبك المشكلات بيجنبك انك تعيش العزلة وتعيش الوحدة الوحدة تبقى للأبحاث زي ما يعني الدكتور عامد عكاش والسيدنا الكبير بيقول لنا ان الرضا هو الباب الملكي للصحة والسعادة الوحدة تخلي بالكم الوحدة قاتلة تسبب امراض القلب وتؤدي الى الوفاعة مع الوقت عندنا امثلة كثيرة جدا مثلا الناس حتى في الغرب ارنيست هيمينجوي مثلا اخناها زراجة كنكتب في القصة ونلجأ ازاة نوبل في القصة تبضره كبير في اعمالي في القصة لكن وصل لحالة وسافر دول العالم وقصور وممتلكات وفي الاخر لم يرضى بكل هذا الذي هو فيه فقطها نفسها بالرصاص اذا زي ما احنا بنقول كل حاجة خارجة عمانها جردة بيتخنى في مشكلات طيب اللي هو بيعيش الوحدي يعمل ايه زي احنا بنقول تنخارط في المجتمع تروح اللي مليوش عيلة يعمل له عيلة انت ما تقولش السنة الواحدة والناس بذكر لا شوف الناس ابحث ابحث عن الناس اليتامة ابحث عن الفقراء ابحث عن الناس دول وتصاحب معاهم هم هيدعو لك ويصاحبوك اعمل أسرة وعيلة وتصاحب مع هؤلاء الناس البسطاء هتشعر بالسعادة مش تبقى لوحدك انما تقعد معتك في لوحدك وتقول السنة خلاص انا كرهت الدنيا وسامت من الدنيا وعيش لوحدي وانا فقدت كل أسرتي اللي مليوش أسرة هيك اقول له سنعرف ناس يعني بيعزبوا الناس عندهم في البيوت وبيدوهم وبيعطوهم ليه عايزين يعملوا أسرة ويعملوا محبة لان الحب الحب وهذه العاطفة بتكون وقاية لك من الكثير من الأمراض وبتعطيك طاقة كبرى انك انت تواصل وتقاول أعباء الحياة فأول حاجة انك انت تنخرج في المجتمع تساعد الآخرين تنفق مما عندك انك انت ترضى بما انت فيه وتحمد ربنا عليه من هنا بتخرج من الوحدة اللي تنخرج في المجتمع طيب السؤال اللي احنا بنسأله كيف تصنع حياتك كيف تصنع حياتك تصنعها ازاي أول حاجة أفكارك أفكارك اللي جواك هي اللي بتصنع حياتك أنت نتاج ما تفكر فيه أنت نتاج ما تفكر فيه طيب لكي تتغير أو لكي تصنع حياتك لابد أن تتغير تغير إيه تغير أفكارك اللي جواك أنت عندك أفكار سلبية كثيرة جدا أنت برمجت منذ الأزل أنت لحت إلى الدنيا صفحة بيضاء نقية لكن تنب برمجتك برمجة خاطئة من الأهل والجيران والثقافة الإعلامية والمجتمع واصدقاء وكل الناس كل واحد عادي يحط لك أشياء كل دي تكون وانت بقى عندك برامج جواك برامج سلبية وانت دي بتشتغل وتتفعل معاك بدون لا يعني بدون ما تشعر يعني يعني إذا إحنا عرفنا أن زي ما الدكتور شوانتي بيقول لنا أن العقل بيعرض وبيفكر في خمسمائة فكرة كل ساعة يعني رقم مهول يعني خمسمائة فكرة وهم قالوا لنا قبل كده أن في ستين فكرة بيعرض على عقل يوميا يعني هذه الأفكار كثيرة جدا طب إذا علمت أن الأفكار دي أغلافها سلبي أن أنا الوحيد أنا وحيد أنا مظلوم أنا مش ناجح أنا مش عارف إيه الناس كلها بتضطهد الناس كلها تبصلي الناس كلها مش عارف بص علي حق كل الكلام ده بيؤثر على أفكارك وعلى حياتك وحياتك ينعكاس لما في أفكارك أو في معتقداتك اللي أنت يجواك المعلومة مهمة جدا العقل ده لم يخلق العقل عشان يجلك سعيد لأ العقل بيساعدك أنك تعيش حياة جميلة هو بيساعدك هو مهم لك بس أنت اللي بتوجهه العقل مع مرور الوقت حصل في إيه أنه نمى معيقات سلبية من كسرة ما أنت بتأكد عليها بتأكد عليها هو خلاص بينميها لك ذلك مثلا إيه بتروح مكان جديد أو بتروح مثلا عايز تعمل مشروع جديد أو فكرة جديدة وانت في حاجة قديمة فبتجد فيه صعوبة أنك تنتقل من الحالة أولى للحالة الثانية ليه؟ لأن أنت بتشعر ها في الأمان هو العقل ما يعرفش اللي دي فهو بيحافظ عليك وفهما بيحافظ عليك بينجح في كده أنه هو يقول لك أنا ما عرفش اللي يحصل في المستقل يعني قدام دي يحصل فيه إيه لكن أنا عارف اللي أنت فيه دي اللي أنت فيه ده أنا عارفه كويس فبالتالي هو بيأمنك ويقول لك وقعد فيه فأنت بتستجيب لهذا الأمر وهذا المنطق اللي هو بمنطقه من العقل دايما بيديك براهين ويبنطق لك طوال الوقت ومسايدك فمن هنا بيطور لك بعض الأفكار واللي المعيقة لك في حياتك بدون ما تشور الأفكار اللي هي جوانا دي كلها محتاجة منها توجيه أتوجيها ياما طريق إيجابي أو طريق سلبي يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ولكل وجهة هو موليها وما سكتش سبحانه وتعالى لأنه لو كان سكت كت فيها هتبقى فيه مشكلة كل أحب يروح بقى للسرقة يروح لأي التجاه يروح لأي الكفر يروح لأي حاجة معه وخلاصه لكل وجه كل أحده وجهته بقى لكن ربنا سبحانه وتعالى حدد المراد هو اللي فيه صلاحك وفيه رضاه هو ايه هو فاستبقوا الخيرات يبقى الخير اللي هو الأفكار الإيجابية أفكار المحبة أفكار السلام أفكار حب الخير للآخر هي ده ربنا سبحانه وتعالى اللي عايزه منك انك انت توجه كل هذه الأفكار إلى الاتجاه الإيجابي وخصوصا إذا عرفت إن 80% من أفكارك سلبية بتعملت لك طوال الوقت ما أنا قلنا البرمجة اللي أنت برمجتها السلبية منذ أن اتولدت إلى الدنيا وجيت والناس كلها ده برمجة فيك وانت بتستجيب بتستجيب لذلك بطريقة لوعية برضي لكن وانت بتغير حياتك لازم تسأل نفسك إيه هو الحافز ما هو الحافز لكذا تغير هو ده السؤال اللي تسأل ليه اللي ماذا تسأل احنا قلنا قبل كده أو بنقول للناس دايما الأسئلة بتحفز العقل إنه يعمل ويمنطق ويبرهن يجيب لك الأدلة ويجيب لك البراهين على اللي أنت بتقوله واللي أنت عايزه وبيسعى إنه هو يجذب لك الأمور اللي هي متشابعة اللي هي بتتشابع أو بتتوافق مع المعتقدات بتحتك فإنت بتسأل السؤال ما الحافز اللي أنا مطلوب لكي أتغير أو أغير من أفكاري ومعتقداتي ده سلمهم جدا هل الحافز هو علاقات طيبة مع الآخرين هل الحافز إن أنا أطور من شخصيتي هل الحافز إن أنا أكون رجل متفوه ومتحدث متفوه هل الحافز إن أنا أكون مأبوب من الناس هل الحافز إن أكون نجح في حياة العملية هل الحافز إن أنا أحصل على حياة زوجية نجحة هل الحافز إن أنا أحصل لأولاد صالحين متميزين متفوقين في المجتمع كل دي أسئلة أنت بتطرح على نفسك حتى يعني بتدي العقل بقى شعر أنه يشتغل طوله الحافز واتحرك معي في هذا الاتجاه فبيبدأ يتاج معك أغلب الناس مشكلتهم إنهم مش عارف الحافز بتاعه إيه يعني حتى لو سألنا واحد تقوله أنت عاوز هتلاقي يسكت كده شوية مش فهم بيفكرش يعني هم عندوش خطة موضوعية ومعندوش فكرة دي مشكلة خطيرة جدا هم عندوش ومش عارفه وعزين هو في الماء بس الفلوس وخلاص يا جماعة بنقول للناس المال ليس هدف خلي بالكم المال ليس هدف ولكنه تابع للهدف تابع للهدف خلي بالكم يعني بمعنى أنت النهاردة لك هدف هدف اي هدف والله أن أنا أكون مثلا عندي تجارة مثلا كبيرة في مجال مثلا الحسب الآلي وكمبيوترات ويكون أنا وكيل مثلا براند معين كبير على المستوى العالم وبعدين أن أنا أعمل فروع في المحافظات وأعمل خطة عندك خطة كده وضعها وهدف بتضعه تمشي عليه ده لما تيجي تقوله أنت عاوز يقولك والله أنا عاوز أكون شركة وحده هو بيجي تابع للهدف لكنك تحطه قدامك كده واللي أنت عايزه واللي أنت عاوزه يكون هو هدفك بس وتفكر فيه طبعا ده بيبعدك عن تحقيق الهدف أي شي بتعطيه وراه بيتفلت من مجل الأمر بعد كده أنت لما بتعطي أسئله وتعطي أسئله وتسأل عن الحافظ اللي هو من أجله عايز تغير أو تغير أفكارك بيبدأ على طول العقل اللواعي بتاعك بيعمل يبدأ يرشح المعلومات بتاعتك بيرشح خلوكم في حاجة العقل اللواعي بيستوع معلمات كسرة جدا طول الوقت هو بياخد منك معلمات وبيخزن بيخزن بتناقش معاك بقولك صحيح والغلط من زي العقل اللي هو بيسرسل ليل ونهار يعني طبعا نطلع فوص الوقت وخليكم معنا رحمة الرحيم ورجعنا لكم مرة أخرى وبنسعد مشاركتكم معنا طبعا يعني في أرقام اللي هي تواصل من خلال البرنامج لأرقام بزرعة الشاشة أي حد عنده سؤال إن شاء الله ممكن يتوصل معنا ويتوصل بينا ويررض على السباب بتاعه وأيضا ممكن التواصل من خلال صفحة البرنامج برنامج الرضاحية أيضا ومن خلال صفحة الفيسبوك أيضا الحساب الشخصي وأيضا للتواصل عبر الواتساب برضو يقوم كلها موجودة على الشاشة بنسعد بيكم بالتواصل معكم أول طبعا إحنا وقفنا عندي إن أنت لما حدك تحدد الهدف أو تحدد الأمر أنت عايزه والحافظ بيبدأ العقل بقى العقل اللواعي يبدأ يرشح لك الأمور دي لأنه لأنه عنده معلمات كسرة جدا هو بيستقبل ملايين معلومات وبعدين هو ما بيقولك شيء هو هو رجل طي ومحترم جدا فهو بيأخذ منك وبيدخل جوه وبيخزن وبيخزن المعلومات وبعد كده هو بيرشح لك تبقى لأهدافك يعني مثلا وانت عندك فكر معين اللي ما في الزبائن النهاردة أو ما في الزبائن المشروع ده أو الفكرة دي فكرة مش كويسة فبيبدأ أنه هو يعني يلغي لك أي أفكار أو أي أمور تعمل على رفع تجارتك أو نشاط تجارتك وبعدين يجيب لك اللي يؤكد لك أنه فعلا لا في الزبائن ولا في التجوار لا في حاجة فأنا بغذلك أقول لكم احذروا ما تفكرون فيه أنتم نتاج ما تفكرون فيه طيب إحنا معنا اتصال دلوقتي ألو السلام عليكم ألو أيوة السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم مساء الخيراتك مبارك والله يمنور حياة وإنسان فضل حياةك نتعرف بحضتك نتعرف بحضتك عندنا سؤال في ظاهرة العيام دي نموزة نسيجة سوشيال ميليا المقاطة التماعي وهو اهتمام الفتيات في الشقاف والعيام السريع دون تحضير ودون قواعد ودون مثلا مرعات نعم نطائح الأباء والأمهات وكده نعم يا فانت فالظاهرة خطيرة جدا 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 احنا معاني منها المسيجة التواصل التماعي ومتأثر في المستابل بعد اللواج وكده تمام تمام عشوالك أستاذ محمد على هذا الاتصال وعلى طرح هذه القضية المهمة جدا بشكرك شكرا جزيلا مع السلام طبعا السؤال سوء محمد سؤال خاطر جدا في غاية الخطورة اللي هو موضوع تشوفك تتواصل الاجتماعي ونهاردة البنت النهاردة ممكن تروح مثلا لما كان معين وبعدين تواجه بشابه ومجرد انه قال لك المتين حلوين فهي خلاص وقعد في الحب بتاعه وبعدين طب نيجي بعد كده بقى نسأل على هذا الشاب ممكن نجد انه مثلا يعني انا عندي كنت في قصة او مشكلة تعرضت علي بما انا بحكي ده يعني مشكلة تعرضت علي على فكه شكونا عارفين فهي هذه الفتاة رأيت فعلا اشتغل فبعد ما اشتغلت تقابلت مع الشاب وقال لك المتين حلوين فهي خلاص وقعد في الحب بتاعه وعاوزت تتزوجه طيب هم راح يسألوا عليه لأوا ان هو اول حاجة يعني شغله اي كلام والامر السانه بيشرب مخدرات رأيت كده بيصليش كمان فخب مجرد انه قال له يا بنتي الراجل ده ما يصلح للزواج ما ينفعش يفتع بيت فكانت النتيجة ان هي طبعا ما عجباش الكلام ويزعلت من اخوها وخاصمت اخوها وبقى تتكلم احنا بنقول للناس بلاش تمشوا وراء هواكم الهوى ده لان في فرق من الهوى والحب اول درجات الحب بالهوى ان انا بحث الانجذاب بنجذب للاخر طيب الانجذاب ده في الهوى بيكون وقتي او بيكون بيركز على صفة معينة مثلا شاب بشكل حل او كلام معصول كلام كويس بقول كلام حب كويس تمام فبنجذب لصفة معينة في هذا الشاب لكن الحب بيركز على صفات كلها في الشخصية واخلاقه وعشرته مش كلام فضي مجالس الهوى بيكون يعني في مرحلة معينة لكن يعني مفوش استقرار تحت اي بند من البنود ممكن يسيب البند ويكبر دماغه منها لكن الحب بيكون هدف الامان والاستقرار دي هدف الحب بتوع الجامعة اللي ما يكون عندهم هوا دون دايما يحب عايزين يتقابله ويكلم مع بعض لكن بغض النظر عن النتائج النتائج بقى تكون طيبة تكون حلوة دي مش مشكلتهم هو عاجة لنهو ايه عايز يتقابله عايز يتكلم وخلاص لكن الزواج عايز ايه الحب قصدي الحب بيكون يعني قائم على ان احنا عايزين نكون أسرة وعايزين نفكر في مشاكلنا ومستقابلنا مع بعض وطموحاتنا ايه وعناه منهم نخلي ايه يعني فيه ترتيب وفيه حافز لهذا الحب فطبعا دي مشكلة جمدة جدا لازم البنت او الفتاة تحكم عقلها شوية وبلاش تجري ولا الهواء بتاعها برضو فيه برضو المشاكل برضو مع بعض الزوجات الزوجة مثلا تكون عندها زوجة كويس جدا وراجل مريحها وراجل بسيطها وطروح تشوف واحد تاني تتكلم معاه او تمشي معاه وتنمع علاقة بسبب ايه يقول لك أصلا هو بيقول كلام حل وده بيقولش كلام حل ويقول كلام حل بزيار الراجل شايف شغله وشايف حلته وشايف تربية أولاده لكن هي تتطلع من هذا الرجل اللي بسطة وطروح لهذا الشاب او هذا الرجل اللي هو بيارضو بيشعب مخدرات وقاعد وتسيب كل حاجة وأولادها وتروح تشتغل في السوق عشان تصرف عليه طيب انت ليه اهنت نفسك احنا بنقول رسالة للزوجات والبنات المقبلين على الزواج وعادينا في الزواج وربنا يرزقكم بناس او بأزواج صالحين يراعوا الله فيكم وتقل الله فيكم معنا التصال دلوقتي ايوه السلام عليكم عليكم السلام وطبا بركاته نتعرف بحدك لو سمعتين نتعرف بحدك الأول انا بدم هنا من كفر السيد اهلا بس انا بحضاتك تفضلي سؤالك ليه يا فندم بعد موت الأب والأم مفيش سلط رحم والاخوات ما بيسألوش على بعض انا واحدة من الناس اختي مخصماني بقالها كتير قوي ما بتسألش علي ليه طب يعني اه طيب تمام يا فندم انا بشكر حياتك على سؤالك وان شاء الله نردك دلوقتي موضوع سلة الأرحام سلة الأرحام دي موضوع خطير جدا نهاردة بعد انتشار برضو العالم الانترنت والناس بقى مفيش في التواصل وحتى بعد رب والأم بيحصل خلافات بين الأخوة أو الأخوات وكل واحد بروح اتجاه بتاعه وينفصل عن الآخر وكأن الشيء لم يكن احنا بنقول ان سلة الرحم النبي صلى الله عليه وسلم حس عليها وقال من أحب ان ينسى له في أثري ويبسط له في رزقه فلاس الرحمة الناس غفلانة صدقوني عن هذا الأمر عن ان سلة الرحمة الناس كلها بتجري النهاردة بتهرول وراء المال وبتهرول وراء الصراء تمام طيب وهو عندنا عندنا هو ربنا فتح الباب حتى ان ربنا سبحانه لما خلق الرحم تعلقت بالعرش قال لك من وصلك وصلته من قطعك قطعته والرحم فين الرحم في الأم هي وسيلة أو هي سبب الرحمة أو التواصل بين الأبناء طيب اذا كان ما فيه سلة رحم هتعيش لوحدك الإنسان بطبيعته اجتماعي سلة الأرحم زي ما احنا بيقول الأبحاث اللي قدامنا بتخبرنا ان الناس اللي بيكونوا في تواصل اجتماعي مع بعض بيقو أنفسهم من الأمراض ده كلام أبحاث علمية موسقة أي شخص بيكون عنده عيلة وأسرة في تواصل وفي مودة وفي محبة على طول بتلاقي نفسه مرتاح ومبسوط لأنك بتعمل عمل بيرد الله تبارك وتعالى وابتقي نفسك من الأمراض الصحة النفسية هي اللي بتقينا من الأمراض معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام زيكي دخول أهلا وسهلا بحضرتك تفضلي معلش أنا بس حب أسألك سؤال طب موك أتبع حضرتك بس الأول اسم حضرتك الأول أنا اسمي دعاء أهلا وسهلا فضلي الله يخذ لي بس أنا مش عارفة ليه الخوات بيجي تتحقق على بعض يعني تتحقق البعضها من أجال الكل وبيتياكلوا بعض وبيتياقروا بعض ليه طيب يا فندم أنا أشكرك على هذا السؤال شكرا جزيلا طبعا عاوز الموضوع ده برضو خطير جدا الموضوع الكراهية اللي بين الإخوة يعني موضوع في غاية الخطورة في غاية الخطورة أنا ممكن أقول بداية النشا أن في تفريقة ممكن تكون بين الإخوات وبعضهم البعض في غيرة بينهم وبعض يعني إحنا لسنا أنبياء إخوة سيدني يوسف عليه السلام غاروا من محبة أبيهم لأخيهم يوسف ماذا فعلوا كانوا عايزين يقتلوه ورموه في غيابات الجب ولكنه صبر ووصل أنصار عايزة مصر لكننا مش عايزين نصر لازل مرحلة هؤلاء أنبياء لكن نحن في المجتمع لما نجي ننظر لأخي ده أخوك طلع من بطن واحدة اتربيته وتفيت واحد من أب واحد من أسرة واحدة إذا كان في خلل في التربية من الأول عند رب والأم فالأب والأم يعني ربكم على قد ما يعرفه لكن مهمتكم أنتوا تكملوا أنا كان لي واحد صديق كلما يحصل له مشكلة يقول لك بيه هو السبب مش عارف هلت السبب قل وإذا أردت التنجح فعليك أن تتحمل مسؤولية حياتك ولا تلمون إلا نفسك الأخ النهاردة بأنه نصحت بقى لأخوات أول حاجة كل واحد فيكم لا يتدخل في شون الآخر ما ترش تعملت إيه وخليت إيه وساويت إيه لكن تنصحه تنصح أخوك وبالذات بعد عميت الزواج الأمر الثاني أنك دائما تتودد إلى أخوك ده وأنك تحمل في غلبك له كل الحب والمحبة له أنك تعرف أن هذا أنا أعود يعني معلش الحديدية شوية أنت كإنسان فيه فئش من الشيطان عليك إيه هو الفئ ده حتطلق أخلاق باهمية وإبليسية وشيطانية زي البيضة بالضبط ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك المثل في الكائنات من حولك لو جبت أنت بيضة أو برطوان لازم تأشر برطوان عشان تأكل لجواه صح لجواه حل يعجبك لكن الإشتر مش تعجبك كذلك أنت كإنسان عليك في من الشيطان هذا الفئ أو هذا الفئ بيحجبك بيحجبك عن أنوار الله تبارك وتعالى بيحجبك ليه لأن أنت لازم تشيل هذا الفئ الفئ ده عبارة عن أخلاق بلسية وخلاق باهمية واخلاق زبعية وتكشع عن عيابك مع أخوك وتشد معاه وبعدين تهاجمه وتقوله كلام سيء وفي المقابل لك تطلع بره تتكلم مع الناس كويس طب أنت النهار ده عاوز إيه عاوز الصحة والصراء وعاوز السلام الداخلي وعاوز كل حاجة حلوة مش كده خلاص لازم تزيل هذا الفئ لتحصل على الحلاوة اللي جواك العقل الكامل اللي جواك ليه أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي اللي جواك إذا أنت شلت هذا الفئ وتعاملت بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سوف تصل العقل الكامل والكون حينجذب إليك هذا برضو أكد لكم معلومة الكون لا ينجذب إليك إيه السبب إنه بينجذبش وعادي أقول لك ده أنا طوله الليل والنهار وعاوز بفكر وبيحصل لش حاجة ليه مو أنك أنت لأن الفئ عليك الكون لا ينجذب إليك إلا إذا تعاملت بالعقل الكامل اللي جواك إذا لم تتعامل بالعقل الكامل اللي جواك هو لا يفهمكش هو لا يفهم هذا الموضوع هو لا يفهم الأخلاق البهمية والإبليسية والسبعية اللي جواب اللي أنت تقرأ بها الناس طيب ناخد السؤال معنا اتصال أيوة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلامة وطلب حضرتك مدام أمل سهلا بحضرتك الله يخليك تفضلي زي ساحة أنا متابعة مقالات حضرتك كنتابعة برنامجك كنتابعة كل حاجة والله نتككرين على حضرتك الله يخليك الله يخليك أرامك كنت عايزة أسأل حضرتك أعمل إيه علشان أبع سعيدة في الحياة الزوجية تمام حضرتك الزوجة تعمل إيه علشان تبقى سعيدة أو الزوجة تعمل إيه علشان تبقى الحياة يعني حلوة وجميلة تمام تمام حاضر يا فندي شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك مع السلامة طبعا سؤال مدام أمل برضو سؤال مهم جدا لكن أنا برجع لحتة اللي أبتكلم فيها السؤال لابد كده اللي هو إنك تزيني الفي اللي جو براك أو تزيني الغشاوة اللي هي عليك دية الغلاف اللي هو أنت متمسك بدا اللي هو بيجي لا يجلب لك إلا السواد إنما أنت عليك أن تجاهد نفسك جاهد تشاهد جاهد تشاهد لما تجاهد هتشاهد بقى هتشاهد الجمال اللي هجي لك وتشاهد الفلوس اللي هجي لك والثروات والألخاء الطيبة والسعادة في بيتك وفي صحتك وفي أسرتك يبقى لازم تجاهد نفسك حتى يصغر النور اللي جواك مهمة جدا ودي رسالة كل إخوة والأخوات دعوكم من الكبر والحسد والحفظ والقراهية إنها تضركم ولا تنفعكم لا في الحياة وحتى بعد الممات سؤال مدام أمل إزاي أن يكون سعداء سواء في حياة زوجية أو كون أنا سعيد أولاً هزول حاجة السعادة لو ربطناها بشيء لن نسعد أبداً مش ممكن أن يكون سعادة في حياتنا لأنك أنت رابط السعادة بحاجة أو الحاجة التي تجري منك يعني أنت إيه السنة لما يكون عندي تكون مبسوط تفضل أعد تجري إلى البيت بوصلت إلى البيت قصة يكون عنده سيارة تفضل تجري إلى السيارة وهكذا السعادة موقف قرار بتاخده موقف فكري موقف زيني بيكون جواك أنا مبسوط يا عم أنا مبسوط مبسوط وسعيد الحمد لله ده أنا النهاردة بصحة كوية أنا صحيت النهاردة ونهاردة فيه واحد جاري مات وأنا صحيت الحمد لله من الأحياء أحمد ربنا مبسوط وسعيد الحمد لله عندي أولادي بصحة في أولاد ربنا عفا عفا الله الجميع وشافاهم يا رب إن شاء الله فيه ناس عندهم مشاكل الحمد لله أنا بكويس ببسوط حتى لو أنت داخلك على قدك بس عندك الرضا ربنا يبارك في هذا القليل السخط والتزمر والشكوى المستمرة هي اللي بتزيل البركة من البيوت دايما يعني بيقول لك مفيش ما عندناش أنت بتجيبش حاجة دايما الشكوى الشكوى المستمرة بتبسط العلاقة الزوجية العلاقة السعادة في العلاقة الزوجية بتقوم على الحب والاهتمام أن أنا أحبك وأضرك وأهتم بيك وأهتم بإيه وأهتم بال أهتم باللي أنت بتحبه وأكلم معك فيه وبعدين أخاف عليك وبعدين أقدرك من جواي أنت شخصية أنت مفيش الزوجية في الدنيا لازم في الحياة الزوجية يكون فيه الحب والاهتمام من الطرفين دايما أنا بقول للزوجات أو الأزواج بالذات أنك تعلموا تعلموا كيف تتعاونوا مع الزوجة فهم عقلية الزوجة الزوجة ليه عقلية مختلفة عن عقلية تتاكل لابد أن الرجل يفهم عقلية المرأة لأن هي فيها حتة يعني إيه فيها دقة شوية البرة عاوز طريقة معينة في التعامل معها والرجل برضو عاوز طريقة معينة في التعامل بالتعامل معها أدوكم مثلا الرجل وجام الشغل يفضل أن الزوجة لا تتحدث معه في أي شيء لأنه هو طبيعة العقلية بتاعته أنه بيجي من عالم من برة ويدخل جوه عاوز الأول يعني يفهم هو جا فين يقاش عارف وجا فين لما يقعد الأول يعرف أنه جاب يتو وقعد فيه واستقر تبدأ يأكل يأكل بعد كده إيه تكلمي أو تنقش معاه لكن بمجرد هو دخل ويتحرض على المشكلة على طول بيوم هاي بفكي عايزين فلوس ما فيش فلوس العيال عمله العيال مش عارف إيه المهمة هيتحصل خناعة بينكم من بعض فإدي إن شاء الله هنفرض لها حلقة الزاي كيف يتعامل الرجل مع زوجتي وكيف يتعامل الزوجة مع الرجل ونشرح الفرق بين عقل الرجل وعقل المرأة لكن خلاص لكلامنا أن السعادة هي اتجاه زهني لو أنتم عاوزين تعيشوا بسعادة خلوا السعادة لتوجهكم الفكر طيب إحنا معنا اتصال آخر أيوة السلام عليكم السلام عليكم يالو طيب معلش لاتصال الله طيب مننا بنكمل في الجزية بتاعتنا اللي هي احنا بزي بنقول السعادة هي توجه فكري أنت بتوجه فكرك للسعادة وبالتالي بتحصر السعادة كان في حكيم الحكماء يعني ثانات ثلاثمائة قبل الميلاد بيقولوا هذا الرجل كان يعني يعرف حصار الكون ويعرف حصار كل ما في الكون هو يعرف فهو وضع أسرار اللي هو عرفة في مقبرته ففتحوا المقبرة بتاعته فوجدوا أنه هو كاتب يعني كلمتين بصد جدا يعني ما يكونوا بالداخل سيكونوا بالظاهر ما يكونوا بالبطن سيكونوا بالظاهر وما يكونوا بالداخل سيكونوا بالخارج هذا الكلام كله يعني انت جواك ايه جواك الاخر هتظهر هذا في حياتك طب جوبك تشاؤم وكوك رهي للحياة برضو هتلاقيه في العالم الخارجي يعني الكون بيستجيب لما هو في داخلك ذلك انا بنقول لما بنا احنا بنكون عندنا حالة الرضا بتاعتنا حالة الرضا ومتشابقين بحالة الرضا جوانا الكون على طول بيتعرف على رسالة بتاعتك بيجذب لك اللي انت عايزه كله طيب ما ليش احنا بقى جاءنا اتصال لنشوف كده السلام عليكم لو سمعت اقول ليه دايما بنشعر بالقلق والتوتر نعم طيب يا فاندي ما اشكور حادتك مع السلامة السؤال اللي هو الاخير ده بتاع ليه دايما بنشعر بالقلق والتوتر طيب تتحدث مع شخص معين تقول لك يسان هض عندي قلة وعند توطر الوحده كده مع انه ممكن يكون حياته كويسة ومبسوطه كويس لكن هو بيشعر بالقلق والتوتر ايه مشكلة في الموضوع ده مشكلة فعلا ان ان احنا كبشر ايه ما نفكر في الماضي او نفكر في المستقبل وبالتالي لا نعيش الحاضر العقل بطبيعته انه هو بيعرف الماضي كويسة عارفه وعارف تاريخك كويسة اوي اوي وانت عملت ايه وخليت ايه وبيعيشك في المستقبل علشان يدخل البهج عليك تقعد تتخيل امور تتخيل حاجات كده وتقعد تتخيلها في زينك وتبقى مبسوط ومنتعش لكن تجي ببصي الواقع يتقول الواقع مش هو ده فكأنك هنا بترجع لما بتجي ترجع الواقع تشوع بالقلق والتوتر لانك انت فقدت ان انت عايش في الماضي وعايش في المستقبل وسائب الحاضر الحاضر ده يبقى عشان لا نقلق اول حاجة التقبل نتقبل حياتنا الوضع بتاعنا نتقبله بحب وامتنان بواهب النعم مهم جدا طيب بعدين بعدين افكر في الحاضر الحاضر ده هيبقى بكرة ماضي الحاضر ده بكرة ماضي اللي هو يعني يعني لو ان اصل بكرة ده غدا يعني ده المستابل المستابل ده بكرة هيبقى حاضر والنهار ده هيبقى ماضي كل حاجة بتحدث في الحاضر الحاضر اللي هو اللي بيصنع الماضي وبيصنع المستقبل فانا اعيش في الحاضر لان القلق من الامور اللي هي بتصبنا كأننا نعيش نبوء محققة احنا لما نقعد بقى خايفين من حاجة محينة ونقعد القرارة كثيرا خلاص العقل اللوائي خلاتها انه اشارة ان انت فعلا الامر ده انت عايزه وبتحبه وهو رجل مهمته انه هو يطوره لك فيقعد ينجحك فيه بقى ويجيب لك الامور والاشكال والطور على الاشكالات تقع ويجذب لك المواقف والاشخاص المتشابهة مع اللي انت فكرت فيه ده وفي الاخر يقول لك ايه ده انا مش عافي المصاب جايلي من ايه المصاب جايلي من ايه الذي وقعت نفسك فيه شباك المصائب ودوامة المشكلات بتفكيرك فلذلك انك تفكر في الحاضر وتتعايش مع الحاضر وتفكر في الحاضر وتخطط مش بقول بقى لا خطط المستقبل واستفيد من تجاربه الماضي تمام ما نعودش بقى في يعني كان مرة في احدى الازاعات تصدفونا فكانوا بيسأل لهم الحاضر احسن ولا الماضي ولا يعني عامل المقارنة فقعد فيه ناس عادة بقى يعني تبكي على الاطلال الماضي بقى والماضي كان حلو تمام التمام وكانت الناس مبسوطة ماشي الماضي كان حلو فانا بقول الماضي حل بقيمه مبادئه واخلاقياته والحاضر اجمل بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة الموجودة فيه والرفاهية الموجودة لكن ناخذ من الماضي لنتعايش في الحاضر ونعمل كما بين الاثنين لنعيش في سعادة ورخاء وطمانينة وراحة بال احنا هدفنا كلنا ان احنا نعيش يعني لحظات فيها راحة البال والطمانينة والسكينة لك العقل مش هعطيك الفرصة دية العقل يسرسر عامل انا بشابه دامن يقولك عامل زي الارد كده بتنطط من الشجرة للشجرة لو انت سبت نفسك للعقل دا هيجيب لك كوارس هيعمل لك كوارس هيسبك بالامرات هيقدع عليك لان الافكار هو هيجيب لك هو عارف تاريخك كله وتاريخك اغلبه برمجة سلبية فالبرمجة السلبية دية هو هيجيب لك من المخزون ويتلعلك وانت هتتفاعل مع هذه الامور السلبية وتقعد تنضي بحظك وتقعد تسخط تتزمر وتتفاعل بكلمات ممكن هيجيب لها فيها الكفر فانت تقضي على حياتك لو انت سبت نفسك للعقل لكن انت لازم تكون قائد عقلك العقل الواعي ده اللواعي ده عامل زي او العقلك ده عامل زي البنك انت بتودع اموال فيه او بتودع مصاريف فيه كي انت بتضع بقى افكار هنا بتضع افكار في هذا العقل والافكار تبتنمو بتجبر فانت كال يعني زي اللي بقولك الفلاح اللي هو ايه بيضبط الارد تحته ويشيل حشائش الموجودة الضرة فانت ايه الافكار السلبية او اكتقوامها لا الافكار دي تجنبها خلاف على جنب تقبلها كما هي تقبلها كما هي ولكن فكرت اضبط اضبط موجة افكارك على الافكار الايجابية افكار الرضا والحمد والشكر هي هو زي احنا بنقول الرضا هو الباب الملكي للصحة والسعادة ورضا الله تبارك وتعالى لذلك يعني لذلك احنا نريد ان نعلم ابناء انا منذ الصغر ان يرضوا الرضا ونعلمهم ان الرضا هو باب الله الاعظم الرضا هو جنة المعارفين الرضا هو اللي فيه النجاة الرضا هو الباب اللي جاني كل ما نحبه لحياتنا الرضا بين الزوج والزوجة من اعظم الامور يجب ان يعني الزوج يرضى عن زوجته والزوجة تبدا عن زوجته خلي بالكم سبب المشاكل اللي بين الزوج والزوجة ان ما فيش حالة رضا ثام لو هو رضى عنها هيحب منها كل حاجة واذا رضي عنه هتحب منه كل حاجة في زوجة بتحكيلي بتقولي انا يعني كان ما كانش عندي حالة تضع عن زوجي خالص وبعدين كان بيعمل مواقف كان بدايقين والثلاثة يوم بعدين عملتي قلت لما شفت الرضا حياة بدأت اطبق الكلام ده وبدأت فيها ان اتقبل زوجي تقبلته بعيوبه بحلوفته كل حاجة فيه النتيجة بتقولي تيجا مذهلة ان هو تغير موتا منين درجة معيه ما عرفش ازاي وقلت لها ان التقبل هو الباب الملكي للصحة والسعادة هو اللي بيحققلك كل ما تريدينه في حياتك فتقبلوا الاخر تقبل عملك تقبل زوجتي تقبل اولادك تقبل اخوك تقبل جارك تقبل اقارب بتوعك بتنعم بالحياة والسعادة الرضا هو مفتاح الخير لنا جميعا نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اهل الرضا وان يجملنا بالرضا وان يجعلنا له حامدين شاكرين لنعمه وابطاله قال تعالى لئين شكرتم لأزيدنكم عادينا تذكر حاجة مهمة جدا النعمة تزول بالتمرض عليها وتزداد الحمد والشكر الواهي بالنعم يعني انت عندك نعمة مثلا نعمة الزوجة احمد ربنا عليها عندك واحدة مثلا بنت مثلا عندها مثلا بنت زوجة ابنها تحمد ربنا على عزيز الزواء وعزيز البنت او على عزيز الفتاة وعزيز الزوجة حتى تزداد او تنعم بيئة الخير نسأل الله تبارك الله تعالى ان يحفظنا بحفظه العظيم وان يجعلنا من اهل الرضا ألقاكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة وبنى مككم الرضا حياة اشتركوا في القناة